لو عاوزين تعملوا سوس شوكولاتة من غير شوكولاتة ومن غير دهون خالص هنعمل النهاردة سوس شوكولاتة سهل جدا للدهن واللصصات ينفع لأي حاجة من غير شوكولاتة ومن غير زيد ولا زبدة ولا أي دهون خالص في الخلاط في خمس دقيق بالزبط وطعمه أحلى من الجهز بكتير ممكن تستخدموا الخلاط أو الكبة في الوصفة دي زي ما انتوا عاوزين هنحتاج نص كوباية ومعلقتين كبار من الحليب بس أنا حطيت نص كوباية بس وهسيب معلقتين بعدين كوباية من السكر البودرة وهنضرب بقى الأول شوية كده هوت ونتأكد إنه السكر ادخلت تمام كوباية من الحليب البودرة اللي هو اللبن البودرة أي نوع يعجبكم والنوع اللي بتحبوه اللي بتحبوه طعامه نديرهم ضربة كده وبعد كده نتأكد إن كل حاجة نزلت ونديهم ضربة كمان عشان خاطر يبقى كل حاجة دابت في بعضها كوباية من الكاكاو الخام يفضل كاكاو نوع حلو تكونوا بتحبوه ما يكونش في مرارة ولو عايزين تستخدمه الكاكاو في سكر ممكن تقلل السكر شوية في الأول والسكر كده كده نسبي ممكن يزيد أو يقل أول ما نضرب الكاكاو هتلاقوا سوس الشوكولات هتكون معاكم بس بصوا هنا هو تقيل معايا إزاي الدقيقة ومام الطحفة وتقيل من غير زيت بقى ولا سرسوب ولا الكلام دا كله أنا دلوقتي ممكن أزود معلقة معلقتين تلاتة اربعة من الحليب وأخفف الصاص زي ما أنا عاوزة تقدروا تحكموا في الصمك بتاعه وزي ما انتو عاوزين تعملوا قابل لدهنة تعملوه ينفع لتزيني الطرط والجاتوهاد وتعملوه صاص حادي زي ما انتو شايفين كده لو عاوزين ويطلع معاكم قوام تقيل مش لازم تزودوا حليب كتير يعني حطوا نص كوباية وهدي كده شوفوا القوام اللي انتو عاوزين لو عاوزين ويطلع معاكم خفيف شوية ممكن تزودوا معلقتين تلاتة على حسب انتو حابين الصمك يبقى اعمل ازاي طعمه رهيب احلى من الجاهز بكتير غني جدا ومضمون جدا ومن غير دهون ولا زيت ولا زرناخة جربوه ولير ايكم فيه